بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم مهم جدا لو عندك مشاكل في العزم عندك مشاكل في تأخير الدوارة عندك ضعف في السيارة عندك رجة تفتفى احتزازات مشاكل كبيرة جدا من المشاكل دي يبقى الفيديو ده مهم جدا بالنسبالك حلقتنا النهاردة هتبقى شاملة وكملة كل المشاكل دية نروح مع بعض نشوف المشكلة دي والخلل ده بيجي من ايه ونشوف كل شيء عنه بالتفصيل في البداية لابد نشوف الرسائل دي عشان نركز فيها ونحدد ايه المشكلة بالضبط لان احد المشاهدين او كتير من المشاهدين زي ما حضراتكم حتشوفوا في الرسائل عملوا حاجات كتيرة جدا هنروح نطلع على الرسائل الخاصة بيهم وبعد كده نشوف هنعمل ايه في المشكلة الكبيرة دي هنروح لرسالة الاستاذ سمير السيارة بتفشل عند سرعة ستين يعني بيحصل فيها مشاكل ضعف في العزم غير ترمبة البنزيم وغير بوجهات وغير بوابط الهواء وغير كل الحساسات نتخيل مع بعض غير كل الحساسات محدش قدر يوصل للمشكلة الكبيرة دي وحنشوف ازاي نوصل لها وهي بسيطة جدا هنروح نشوف رسالة كمان جات للقناة هنا هنلاقي له استاذ محمد محمود كاتب طبعا بعد ما جاوب على حلقة المسابقة من كام يوم قال هنا ان المشكلة عنده لا تتعدى المية وعشرين ومع الضغط على دواست البنزيم في الطريق مفتوح تصل الى مية وتلاتين بالعافية يعني مشاكل كتيرة جدا غيرت القاتي غيرت ديسكوستوانا ترمبة بنزيم فلتر بنزيم نضفت الرشاشات اكتر من مرة البوابة نضفها غير البوجهات غير حتى سيرك كتينة واكتر من كده غيرت فلاتر الهواء غيرت البوجهات يعني عمل حاجات كتيرة جدا وسبيراتير ومبينة والموضوع بقى جبير جدا معاه غير حاجات كتيرة جدا تقريبا نص السيارة كلها اتغيرت عشان محدش قدر يوصل للمشكلة حنروح للأساس وهي النظرية اللي دايما نقول لحضراتكو عنها انا محتاج ايه عشان يتم الاحتراق في محركات الاحتراق الداخلي ده اسم المحركات بتاعتنا محركات احتراق داخلي الاحتراق ده لو انت عايز تعمل حريق محتاج ايه محتاج هوا لازم نكون فيه هوا محتاج وقود اللي هو الغاز او اي شيء انت بتقوم بحرقه ومحتاج الشرارة اللي هو عود الثقاب او الكابريت يبقى الحاجات التلاتة دي مهمة جدا كان زمان الموضوع ماشي بالبركة زي ما بيقولوا الوقود مع لهوش سنسورز او حساسات مفيش حاجة بتحس بمشاكل الوقود النهاردة بقى فيه تحكم عشان بخار الوقود وتوفير الطاقة والانفجارات والمشاكل اللي كانت بتحصل زمان في تنك الوقود فاصبح فيه كنترول كبير جدا جدا على الموضوع ده هنا هنلاحظ من الرسالة محدش تطرق لحاجة مهمة جدا وهي بخار الوقود بخار الوقود هيعمل لك ايه هيعمل لك مشاكل كبيرة جدا لو ما تمش تنفيثه او تم عمل الدايرة المضبوطة الخاصة به لو شفت حضرتك الصورة دي هتتعقد هتلاقي موسير كتيرة جدا ووصلات كتيرة طالع من الخزان ورجعان الخزان الموضوع بكل سهولة حشرحه لك ابسط مما يمكن حتى لو انت ما بتعرفش في مجال السهرات هيبقى بسهولة هتقدر تعرف نظرية عمل الخزان الخزان يعتبر هو الوعاء بتاع الوقود اللي انا بعبي فيه الوقود يبقى عندي فتح التعبئة للوقود وبتبقى مغلقة دايما ومحطوط عليها الغطرة بتاع خزان الوقود ومحكم جيدا وده مهم جدا الحاجة التانية عندي ليين او هوزين او خرطومين رايحين للتانك ورجعين للتانك يبقى كده عندي تعبئة وقرطوم او لي او هوز او بايب رايح للمحرك ورجع تاني من المحرك اللي هو خط الراجع البنزيم او الوقود له بخار عالي جدا وشديد ايه اللي هيحصل لو بخار الوقود ده ما تمش التحكم فيه هيبقى فيه مشاكل وفيه ما يسمى بظاهرة التكهف او الكافيتيشن حيروح هوا او بخار في الموسير اللي رايحة للمحرك ويرجع واملي مشاكل كبيرة جدا وخلل عشان كده عملنا اتنين صمام مهمين جدا نركز فيهم صمام بيدخل هوا للتانك بتاع الوقود ليه بيدخل هوا عشان الضغط والخلخلة وصمام بياخد البخار الخاص بالبنزيم بيودي للمحرك عشان استفيد منه يبقى عندي صمامين مهمين جدا الصمامين دول هم اللي على اساسهم بعمل التصميم وهم اللي على اساسهم بيتم عمل دايرة الوقود او بتشتغل بشكل جيد وحنشوف مع بعض صمام للوقود الصمام ده موجود جنب المحرك في السيارة الصمام ده المفروض انه هو بيسمح للبخار انه هو ييجي من التانك وما بيسمحش انه هو يرجع يعني صمام عدم رجوع وبيشتغل الصمام بالكهرباء وفكينه زي ما حضراتكم شايفين عشان نوريكم نظرية العمل بيشتغل بطرفين كهرباء متصلين بالكمبيوتر عشان يتم التحكم طب ايه اللي حيقول للفالف ده افتح وقفل اللي حيقوله كده الصمام او الحساس او الفالف بتاع ضغط الوقود والافضل طبعا نحنا نقول عليه حساس لانه هو سنسور بيحس بضغط الوقود فبيدي قيمة الضغط للكمبيوتر فيبدأ الكمبيوتر يتحكم في قفل وفتح الصمام اللي بيودي البخار للمحرك والصمام اللي بيجيب بالهوى للتانك عشان ما يحصلش انفجار وبكده يبقى اتحلت المشكلة يبقى هنعمل ايه حنشيك او هنختبر الوصلات او الصمامات الخاصة بالخزان بتاع الوقود هي دي اللي ممكن تعمل المشاكل الكبيرة جدا لو حصل مشكلة في الضغط واحيانا الكمبيوتر ما بيقراش المشكلة او ما بيحددهاش فبتتعم انت عمل ما بتوصل للخلق دي جبال اهم شيء وهو حل المشكلة الكبيرة دي ايه الحل اول حاجة لو معايا اي معدة فحص يعني قطعة البلوتوث الصغيرة دي هقدر بكل سهولة ان انا اكتشف الاعطال لان الاكواد الخاصة بالبخار بتاع الوقود هي من اكواد المحرك او خاصة بالمحرك فتبقى موجودة في اي جهاز فحص هيطلع لي الكود وهدخل على النت هعرف بسهولة ايه المشكلة واقدر احلها طب انا ما عنديش جهاز فحص وما عنديش الامكانيات دي هعمل ايه هبدأ بالتنظيف لديرة بخار الوقود اول شيء ببدأ دايما في الصيانة زي ما تعودنا بالاسهل فالاصعب فالاصعب فحبدأ بايه عندي فلترين فلتر جنب التنك بتاع الوقود والفلتر ده مهم جدا البعض بيسميه الكنستر او بنسميه علبة البيئة او بنسميه اسماء كتيرة جدا مختلفة حسب المكان اللي انت فيه المهم هو سمام وفيه فلتر كده زي الاستنجا بيتم تنظيفه بالكمورسر بالهواء بكل سهولة مفيش فيه اي مشكلة ممكن تنظف كمان الصمام التاني اللي جنب المحرك يبقى كده عملت اسهل شيء واول شيء تاني حاجة هتشوف الافياش الفياش بتاعت الصمامات فيها مشكلة فيه توصيل للفيش فيه خلل في السلكة السلكتين جايين على بعضهم يبقى كده بتحل المشكلة اول باول بعد كده هتروح لعلبة الفيوزات تشوف هل فيه خلل هل فيه حرق في الفيوزات هل فيه خلل في الضفيرة يبقى انت كده وصلت التسعين في المية تقريبا من الاسباب اخر حاجة لقدر له ممكن يكون فيه عطل الكمبيوتر بس ده بيبقى مستبعد ولو فحصت زي ما قلنا باي قطعة بلوتوث او اي معدة او جهاز للفحص هيظهر معاك الكود والمشكلة بكل سهولة ومعظم السيارات الحديثة حاليا فيها اكتر من حساس ضغط هتلاقي حساس ضغط الوقود في التانك بيبقى متثبت في التانك او في المضخة وحساس تاني اللي هو في المسطرة الخاص بالضغط داخل دايرة الوقود نيجي لسؤال حلقتنا النهاردة والمهم جدا الحساس او السنسور المسؤول عن ايصال او ارسال الاشارة للكمبيوتر بالضغوط الخاصة بدايرة الوقود هل الحساس ده هو حساس الكرانك ولا حساس ضغط الهوى ولا حساس الوقود ما تنساش تسيب الاجابة في اسفل الفيديو ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم وكل عام وانتم بخير